موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي في ريلمي اكيد بهذه الفترة راح تكثرين من الاجهزة خاصة المتوسطة والاجهزة اللي تحتوي على معالجات فلاقش اليوم التسريبات وضحتين صور وامواصفات الجهاز جديد من شركة ريلمي هو ال X3 SuperZoom هذا الجهاز يعتبر من الاجهزة اللي تحتوي على زوم بصري او نقامي هذا الجهاز اخر التسريبات تضيف لانه الجهاز سوف يأتي بشاشة مقاس 6.7 فول اجل بلاس من نوع سوبر او مولد والبصمة راح تكون بالشاشة كذلك هذا الجهاز يحتوي على معالج سناب دراجون 855 بلاس ليش هاي الحركة ما نعرف لكن هذه التسريبات اللي ذكرت بانه الشركة راح تجيب هذا الجهاز معالج العام لكن نسخة ال بلاس الذاكرة العشوائية راح تكون ال 6 و ال 8 الذاكرة التخزين راح تكون 128 و ال 256 كذلك هذا الجهاز يحتوي على كاميرا داخل الشاشة لكن الحد الان ما تحددت الكاميرا حتكون منتصف الشاشة او احد الاطراف يعني اما تكون قطرة الندى منتصف الشاشة نفس ما موجودة بكثير من اجهزة ريلمي او تكون دائرة صغيرة او فتحة صغيرة نفس ما موجودة بشركة سامسونج هذا الجهاز حسب ما تقول التسريبات انه يحتوي على اربع كاميرات بالخلف العدسة الاساسية راح تكون 64 ميجابيكسل والتصوير راح يكون بزوم حد الخمسة اكس ذلك التسريبات ذكرتنا انه هذا الجهاز سوف يكون بطارية 4200 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة ال 30 واط وهذا الشي جدا ممتاز اذا هيج مواصفات ويشحن لك 30 واط سريع حلو كلش حلو منه هذا الجهاز ذلك هذا الجهاز لم يحدد موعد الاعلان عنه بشكل رسمي لكن تسريبات تحدث عنه هذا الجهاز ظهرا مواصفاته للتسريبات خاصة مواقع الويب الصينية ظهرا اغلب مواصفات هذا الجهاز والصور اكو صور قريبة او متقاربة لمواصفات هذا الجهاز ذلك مع وجهود المواصفات القوية والمعالجة القوية لكن التسريبات تقول انه هذا الجهاز راح يجي بسعر جدا قليل او جدا زهيد ممكن هذا الجهاز يجينا بسعر اقل من 400 دولار وهنا الموضوع راح يختلف عندك ليش كمستخدم انت راح تاخذ ال اكس 2 برو لو راح تاخذ ال اكس 3 بسوبر زوم يعني اكيد هذا الجهاز اذا اجي مواصفات الاكس 2 برو لو راح تكون الشركة تقلل من سعره ياما اذا طلحت نفس السعر ما راح الكثير ما راح يقتني هذا الجهاز على موت زوم راح اقتني جهاز جديد يمكن سعره اغلى ما اتوقع هيتش راح تفكر الشركة فاكيد اذا اجانبها نفس هذا المعالج اكيد راح يجينا بسعر اقل من اكس 2 برو ومعما انه اكس 2 برو حاليا عندنا من 350 الى 360 او 425 نسخة ال 12 مع ال 256 انا نتمنى هذا الجهاز ان يوصل لنا باقرب وقت بالمواصفات القوية الموجودة بيه وبالسعر المناسب وكذلك نتمنى من شركة ريلم يتنزلين اكثر اجهزة بمواصفات متوسطة بسعر مناسب ليش لان كثير راح يقتني هاي الاجهزة ويبتعد من الاجهزة الغالية بمواصفات اقل ابداية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضى الجريحاوي وفي امان الله